إجراء إضافي أعلن عنه رئيس الوزراء الياباني يوشنزو أبي في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا يتمثل في فرض حالة طوارئ في توكيو وست مقاطعات أخرى في وقت قريب ربما يوم الثلاثاء وقال أبي للصحفيين إنه نظراً لحالة الأزمة الطبية نوصحت الحكومة بالاستعداد لإعلان حالة طوارئ وأظهرت الفحوص إصابة أكثر من 3500 شخص بالفيروس في اليابان وقد توفي 85 شخصاً وهو ما لا يعد انتشاراً كبيراً مقارنة ببعضهم بؤر التفشي الخطير لكن العدد يواصل الارتفاع مثيراً القلق على الأخص من انتشار العدوى في توكيو التي سجلت أكثر من ألف إصابة منها 83 يوم الاثنين وعن رأيهما في هذا الإجراء يتحدث اثنان من المواطنين سيكون الأمر محزناً إذا ارتفى عدد الوفيات لذا أعتقد أنه من الضروري إعلان حالة الطوارئ لتقليل عدد الضحايا والمصابين بالعدوى أعتقد أنه يتعين على اليابان اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل بقية الدول ربما يكون فرض غرامة على الأشخاص الذين يخرجون إجراءاً قاسياً للغاية لكنني أعتقد أنه أحد الخيارات وعلى الصعيد الاقتصادي قال أبي إن الحكومة قررت إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليوناتين أي ما يعادل 990 مليار دولار لتخفيف الدرر الاقتصادي وتشمل هذه الحزمة أكثر من 6 تريليوناتين مدفعات نقضية للأسر والشركات الصغيرة و26 تريليوني لإتاحة تأجيل مدفعات الضمان الاجتماعي والضرائب ولم يتضح بعد كم من هذه الحزمة سيكون إنفاقاً حكومياً جديداً وتابع أبي أن الحكومة ترغب في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف وبموجب قانون تم تعديله في مارس آذار ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل خطراً جسيماً على أرواح الناس وإذا كان الانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر